موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جبوتي أحييكم وأقدموا لحضراتكم نشرة المساء من تلفزيون جمهورية جبوتي وأستهلها ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بأبرز أهم العنوين رئيس الوزراء يرعى حفلاحيا اليوم العالمي لحقوق الإنسان ودوليا توقع التوصل إلى اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأحد المقبل من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم من جديد تحت رعاية رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد نظمت وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم في قصر الشعب تحت شعار اليوم العالمي للحقوق إعادة بناء بشكل أفضل دعونا ندافع عن حقوق الإنسان ولدى وصول رئيس الوزراء كان في استقبال وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشهد هذا الحدث مشاركة من أعضاء الحكومة وزير العدل علي حسن بخضون وأعضاء البرلمانيين ومنصقي منظمة الأم المتحدة في جبتي ومسؤولين الوطنيين والأجانب من بينهم وممثل منظمات الأمم المتحدة في بلادنا وممثلي الهيئات الدولية والديبلوماسية والقنصليات المتواجدين في بلادنا وكذلك طلب المدعوين من الجامعة جبتي خاصة كلية الحقوق وطلبة مركز حماية الطفل وتخللت هذه المناسبة عرض مسرحية من قبل الفنانين الجبتيين تناول فيها حول تقديم أو جسد حول الأهداف التي تنتيجها حقوق الإنسان وأيضا حول دور حققتها الحكومة من خلال تعزيز مبادرتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة دوي الإعاقة كما أيضا شارك في هذه الفعالية عدد من الشباب دوي الإعاقة السمعية حيث في هذه المناسبة قدموا نشيد الوطني بطريقتهم وفي كلمة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أشار سيد سليمان عمر عدن في هذه المناسبة إلى أن اللجنة عززت جهودها بفضل تشجيع فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعي العمر للقيام بمهامها على أكمل وجه نتابع مع الزميل فيصل أحمد إن الدعم الثمين الذي تلقته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يساهم على الوفاء بواجبها على أكمل وجه بضعة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي كما يعكس هذا الدعم اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة الحقوق وإن شعار هذه المناسبة اليوم هو إعادة البناء بشكل أفضل والدفاع عن حقوق الإنسان هذا شعار مناسب وأتي بعد ظهور الأزمة العالمية الخطيرة وباء كوفيد-19 والتي كان لها آثار سلبية كبيرة على السكان على مستوى العالم من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية لقد انتهكت الإجراءات الوقائية ضد هذا الوباء حقوق الإنسان في نواحي معينة مثل حرية التنقل وحتى مكافحة التمييز كما أدت إلى تفاقم الفقر والعنف القائم على نوع الجنس تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن امتنانها الخاص لفخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمرقيلة وحكومته لعدم إعلان حالة الطوارئ أو حضر التجوال في بلادنا كما في دول أخرى في العالم من جهتها قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود جبارة لمكافحة هذا الوباء وهكذا وبمشاركة مؤسسة الديوان الزكاة وزعت مجموعتين كبيرتين من مجموعات النظافة على المحتجزين في سجن جابود المركزي كما أنتجت فيلما وثائقيا عن تدابير الحواجز المخصصة لضعاف السمع وتم انتهاجه باللغات المحلية وحول الإيماءات التي يجب مراعاتها تم عرض هذه المواضيع في مراكز تنمية المجتمع ومقر المجالس البلدية في جميع أنحاء المناطق الداخلية إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالنسبة لي يعد فرصة لاستعراض إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذا العام الذي يقترب من نهايته وخلال عام 2020 افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فروعا لها في عواصم المناطق وهذه قطوة كبيرة إلى الأمم في التطوير المؤسسي للجنة وبالفعل فإن افتتاح هذه الفروع يستجيب للضرورة وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد وفي كلمة لمنصقة منظمة الأمم المتحدة في جبوتي السيدة بربرة منزي عبرت في مستهل كلمتها عن سعادتها للمشاركة في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان نتابع المزيد مع الزميرة حسنة عبدو نتواجد اليوم هنا من أجل الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل الظروف الصحية الصعبة الذي يمر به العالم وإن هذا العالم يكتسي أهمية خاصة بسبب جائحة أصابت العالم وفرضت ظروفا استثنائية إن هذه المناسبة يشكل فرصة هامة من أجل التطرق حول أهمية الشراكة ووضع حقوق الإنسان في أولويات خطط العمل المندرجة في قدوة عمالنا وذلك من أجل التعافي من تدعيات كوفيد-19 وبناء مستقبل واحد ومشرق للجميع وبدون استثناء بصفة منسقة الولايات المتحدة بجبوتي يمكنني أن أؤكد لكم أننا ندخل جهدا في حشد جميع الطاقات والمصادر على المستوى الوطني ووضع شراكات هامة لمواجهة تدعيات كوفيد ومواكبة جهود مساعي جمهورية جبوتي لتحقيق أهدافها التنموية وفي هذه المناسبة في كلمة له وزير العدل المكلف بمصلحة السجون وحقوق الإنسان سيد علي حسن بهدون أشار إلى أن أهمية هذه المناسبة وقال أن هذه المناسبة لها أهمية كبيرة وخاصة في هذا العام وخاصة أن هذا العام أثر العالم بكوفيد 19 ويرمز هذا الاحتفال اليوم الذي اعتمد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 لإعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأشار على أهمية حقوق الإنسان للبشرية جمعا وتطوير التنمية وبناء مستقبل المشرق وأكد وزير العدل السيد علي حسن بهدون استعداد دائرته الوزارية جميعا بمجمل المغارض البناء ومجتمعها وأيضا بما بعد فيروس كورونا أن يتم ضمن حماية حقوق الإنسان إلى جانب بناء مجتمع يقدر فيه القيم الأساسية للاحترام والتضامن ويأخذ في الاعتبار نقاط ضعف الأشخاص دول إعاقة والأطفال وفي كلمة لرئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد في هذه المناسبة أشار إلى أن حقوق الإنسان تظل في صميم اهتمام الحكومة الجبوتية دائما المزيد مجددا مع الزميل فيصل أحمد الأزهري إنها لحظة خاصة للاحتفال بهذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشرة من ديسمبر في كل عام ويهدف هذا اليوم الرسمي إلى تذكيرنا بأن حقوق الإنسان هي دائما في صميم اهتمامنا إن من المؤكد أن العالم بأسره ولا سيما الدول الأكثر تقدما ومحللها الأكثر خبرة كانوا بالتأكيد بعيدين عن تخيل الاختلالات التي يعاني منها كوكبنا من جميع جوانبه لم يسلم أي بلد من تبعات جائحة فيروس كورونا فقد شلل بلا شك في أي منطقة مجتمعية وأزال يقينها خصوصا على المستويات السياسية وطبية والاجتماعية والاقتصادية كما أثرت عواقبه التي لا يمكن التنبؤ بها بنفس القدر على البيئة وأدت إلى تسارع الفقر وعدم المساواة وحتى سمحت بعودة ظهور هذا التمييز السيء في العالم وعلى الرغم من خلوها حتى يومنا هذا من الموجة الثانية الثابت بأن جمهورية جيبوتي تمكنت نتيجة الترتيبات وتدابير التي اتخذتها وبفضل الاستراتيجية الحكيمة التي وضعها رئيس الجمهورية من احتواء الوباء المستجد من الدرجة الأولى وإننا نعبر عن أسفنا شديد لوفاة واحد وستين شخصا حتى الآن جراء الفيروس التاجي ومرة أخرى التقدم بأحر تعازي للأسر المكلومة نعم مرة أخرى كما أود أن أشيد بجميع المهنيين والهيئات الصحية التي تم تشكيلها على التزامهم ونقرانهم الذات في سبيل تقديم الرعاية الصحية للمصابين وأثمن أيضا كافة أبناء الوطن على حسن تعاونهم من أجل الحي اللولة دون اتساع النطاق انتشار الجائحة في جيبوتي وعلى الامتثال للتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية لكن كونوا يقذين دائما لقد تمكنت حكومة جيبوتي إلى جانب تعبئة الموارد المنسقة لصالح قطاع السحة من تقديم الدعم كبير للأسر الضعيفة المتضررة من إجراءات الاحتواء وكذلك للشركات الخاصة التي تباطأت أنشطتها بشكل كبير بسبب تأثير الحبس العام وتراجع الاقتصاد العالمي بالفعل كان هذا الوضع غير مسبوق منذ أن حصلنا على الاستغلال بشكل عام وبناء على هذه التجربة فإننا صرنا مقتنعين تماما مثل بقية العالم أنه بمجرد انتهاء هذا الوباء لن نتمكن ببساطة من العودة إلى الوضع طبيعي السابق للوباء مجهة أخرى إننا نكافح من أجل المحافظة على القيم المتأصلة في ديننا وثقافة أجدادنا من خلال مكافحة التعصب وتطرف بكافة أشكال وسوره والذي يتم ترويج له عن طريق خطاب الكراهية الذي ينقله بعض وسائل الإعلام الجديد لقد اتخذ بلدنا دائما وبشكل لا لبس فيه خيارا لا رجعة فيه لتعزيز حقوق الإنسان على أرضه والنهوض بها إن نطاق الترسانة القانونية الموجودة من مسدر وطني وفي شكل اتفاقية دولية مصدق عليها يشهد على ذلك تمثل جبوتي ملاذا لسلام حيث تحترم الحقوق السجناء واللاجئين والمهاجرين وذوي لعاقة والنساء والأطفال وأي شخص يعاني من الوصم أو التمييز أو العنف هذه هي إرادة رئيس الدولة والحكومة ككل وستظل كذلك دائما أخيرا قبل أن اختتم حديثي أود أن نشجع كل عام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفريقه على مواصلة التزامهم بتعزيز احترام حقوق الإنسان بجميع أشكالها والاهتمام بها بشكل خاص وفي شأن التعليم قام وزير التربية الوطنية وتكوين المهنية السيد مصطفى محمد محمود صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية إلى المؤسسات التي تم اختيارها للمرحلة الثانية من المشاورات حول السياسة الوطنية وكان برفقة الوزير الأمين العام للوزارة السيد محمد عبدالله مهيوب والعضاء المكلفين بالتحضير المنتدى السياسي الوطني حول المعلم وقام الوزير مصطفى محمد محمود بزيارة تم بعد اختيار لهذه المرحلة في مدرسة سي بي اس حول المشاورات مع المعلمين ومن تم توجه إلى الثانوية العامة والثانوية الصناعية حيث ناقش المعلمون حول التوصيات الناتجة من المرحلة الأولى من المشاورات التي نظمت في اليوم الخميس وأشار الوزير إلى أن المشاورات تم التعامل معها بجدية كبيرة من قبل المعلمين بتنظيم جيد لهذا اللقاء وأن جميع المعلمين والمسؤولين حول هذا اللقاء لتنظيم هذه المشاورات وأشار إلى الهدف الرئيسي من هذه المشاورة وتبادل الآراء والأفكار وفي وضع المعلم الجبوتي في قلب الوزارة وهو الرغبة السياسة التعليم لبلادنا والذي بدونه لا يستطيع نظامنا التعليمي تحقيق أهدافه وقال الوزير في كلمة له أنه واثق من مستقبل حيث أبدأ المعلمون من جميع المستويات التعليمية اهتمامهم بهذه التبادلات حول هذه المشاورات وفهم نطاقة طبيعة هذه المشاورات مع الوزير بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم في مركز التكوين المعلمين استدعينا هنا لمشاركة دورة لمشاركة عامة للمعلمين جمهورية جيبوتي كلها ونحن ممثلين المدارس الأهلية جئنا هنا وشاركنا زملائنا في المدارس الحكومية شاركنا معهم وقدمنا آراءنا لسيد الوزير ونشكره على الحضور وعلى استماعه لنا وصعة صدره لنا وأخبرناه جميع ما كنا نحتاج إليه وكل احتياجاتنا أو طلباتنا أخبرناه كتابة وقولا ونحن طلبنا بدورنا لم ندخر شيئا طلبنا ما بدورنا كل ما نحتاج إليه ونشكر سيد الوزير ونشكر الموظفين للوزارة جميعا ونحن مسرورون بهذا اللقاء وسعداء بأن هناك من يهتم لأمرنا ولأمل المعلمين وخصوصا في المدارس الأهلية العربية ونشكر الوزير والوزارة لهذا اللقاء الجميل تقبل مع الوزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونسا علي جيدي في مكتبه ممثلة برنامج الأمم المتحدة للإنماء السيدة فاطمة شيخ وذلك برفقة المستشار الفني السيدة شانتي كارني وشكل هذا اللقاء فرصة لتطرق حول سبول تعزيز العلاقات والتعاون القائم بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تطرق الجانبان حول مشاريع الطاقة التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة فضلا عن ألافاق المستقبل وتلتزم الحكومة جبوتي لجعل طاقة المستدامة وحضر هذا اللقاء شخصيات رفعة للمستوى من وزارة الطاقة برئاسة النائب شرماك موسى أر اختتمت اللجنة المالية والاقتصادية العامة والتخطيض صباح اليوم الخميس مناقشة مشروع قانوني يتعلق بتنظيم موازنة الدولة في السنة المالية 2019 وشارك هذه الجلسة أعضاء هذه اللجنة وغيرهم من نواب الأعضاء في اللجان كما شارك فيها كل من وزير الميزانية والداخلية والإسكان وكوادر من الوزارة المذكورة هذا وحالة اللجنة المالية هذا المشروع للجلسة العامة المقبلة للبرلمان تسلم الأمين العامة لوزارة الصحة الدكتور صالح بنيتا تراب دفعة كبيرة مكونة من الأدوية الطبية والوقائية من كوفيد 19 والتي سلمها السفير الأمريكي في جوبوتي أندري لاري وتقدر هذه الهبا بقيمة خمسة ألف دولار أمريكي قدمها الشعب الأمريكي لدعم الشعب الجوبوتي للوقاية من وباء كوفيد 19 وتسلم الهبا في مقر المركز لشراء الأدوية والمواد الأساسية حضر مدير المركز للأدوية الدكتور أحمد حسين وعذر من المسؤولين بوزارة الصحة وهذه الهبا القيمة ستؤمن بيئة آمنة للعاملين الصحيين الموجودين في الخطوط الأمامية والعاملين في الحقل الصحي وفي مداخلة للسفير الأمريكي أندري لاري أشادى بالنجاح الذي حققته وزارة الصحة الجوبوتي وفرق الصحي من أجل احتواء وباء كوفيد 19 بشكل كبير في مجمل التراب الوطني وشكر الأمين العام للصحة الدكتور صالح بنيتا تراب في هذه الهبا وأشار لاري بأن هذه الهبا هي دعم مقدم من الشعب الأمريكي بمبلغ 5 ألف مليون دولار أمريكي لمساندة جوبوتي في مكافحتها بوباء كوفيد 19 في إطار تنفيذ برنامج الصفر أحياء عشوائية وبمبادرة من وزارة الإسكان قام المدير العام للوكالة تأهيل الحضري والإسكان الاجتماعية سيد عبد الرحمن علي أحمد أمس بتسليم دفعة الأولى مكونة من ثلاث سيارات لمحافظة جوبوتي وتعتبر هذه الهبا مهمة بمع عداتها في إطار تعزيزي وقدرات المحافظة جوبوتي والتي تشارك جنبا إلى جنب مع وزارة الإسكان ووكالة التأهيل الحضري في تنفيذ الأنشطة برنامج الصفر أحياء عشوائية وفي ختام الحفل السلم المدير العام مفاتيح المركبات لمحافظة مدينة جوبوتي سيد عثمان علي وهذه هي الدفعة الأولى من المركبات دعم من الوزارة وذلك لمحافظة جوبوتي وذلك لجعل عاصمة جوبوتي صفر أحياء عشوائية وفي كلمة للمدير العام لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي سيد عبد الرحمن علي أحمد حيث قال إننا اليوم متواجدين بهذه المناسبة في إطار تنفيذ برنامج صفر أحياء عشوائية وبمبادرة من وزارة الإسكان تم تسليم هذه الدفعة وسيتم تسليم دفعة أخرى مكونة من آلات حفر وعربات نقل وسيتم أيضا تسليمها إلى المحافظة جوبوتي في إطار العمل صفر أحياء عشوائية في إطار الأنشطة الخيرية قام المكتب الإقليمي لمنظمة الرحمة الدولية غير الحكومية دولة الكويت بجوبوتي يوم أمس بتوزيع الكفالة الأيتام لعام 2000 لصالح الفي يتيم وقيم الحفل التوزيع في مجمع الرحمة تحت رعاية المدير الأقليمي لمنظمة الرحمة الغير الحكومية السيد عبد الغاني الإسماعيل القرشي والمستشار الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيد محمد بليعلي وبحضور مدير المشاريع علم يوسف طاهر ومراقب المشروع سيد خالد أبو هرج وتميز الحفل بتوزيع سلسلة بسلسلة من الكلمات من بينها كلمة مدير المشاريع علم يوسف طاهر وذلك على أهمية هذه الفئة الإنسانية الهاذفة إلى تحسين ظروفها المعيشية للأيتام وقاري تنفيذ عدد من المساجد الكبرى بفضل الله عز وجل إضافة إلى حفر الأبار السطحية والارتوازية كما نقوم ببناء البرك وتوزيع بردات المياه وكثير من المشروعات الاجتماعية التي تمس حياة الناس مباشرة وتسهل عليهم وتصب في مصلحة بصورة مستمرة وفي كلمة لمدير الإقليمي لمنظمة الرحمة الغير الحكومية سيد عبدالغاني الإسماعيل القرشي في هذه المداخلة أشار إلى أن هذه المباركة تقدمها دائماً لمساعدة اللازمة للأيتام جمعية الرحمة العالمية جبوتي وعلى رأسها فخامة الرئيس السيد إسماعيل عمر جيلة يحفظه الله راعي التنمية والنهضة الشاملة في البلاد وراعي العمل الخيري كذلك فمعلوم للجميع أن فخامة الرئيس له اهتمام خاص ورعاية خاصة بالعمل الخيري هذه الرعاية من منطلق حرصه جزاه الله خير على مساعدة الفقراء والمساكين هذه الرعاية مكنت المؤسسات الخيرية العاملة في البلاد ومنها الرحمة العالمية على إقامة المشاريع التنموية الضخمة في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمجالات الوقفية كذلك من باب الصرف على الأيتام اليوم نحن بصدد فعالية إقامة توزيع الكفالات لعدد 2000 يتيم بإجمال مبلغ 100 مليون فرنق الشكر موصول لإخواننا في الكويت على دعمهم ورعايتهم لإخوانهم في جبوتي وأن نهنئهم على وصول كفالتهم إلى إخوانهم في جبوتي والشكر موصول لإخواننا في المكتب الرئيسي وإخواننا العاملين في مكتب جبوتي على ما يقومون به من جهد لا محدود من أجل توصيل هذه المساعدة في إطار مكافحة البضائع المهربة قامت الشرطة الوطنية بتعاون مع مفرزة الجمارك في قليم علي الصبيح بالقفض على كمية كبيرة من القاط المهرب وذلك في مساء يوم الاثنين الماضي أثناء مراقبة دورية على الحدود في علي الصبيح واعتقلت الشرطة وعناصر الجمارك مجموعة مكونة من 13 شخص المهرب من إثيوبيا وبعد ذلك تم نقل الأفراد الذين يحملون هذه البضائع المهربة إلى مركز الشرطة في إقليم علي الصبيح للتحقيق معهم وهذه الكمية المهربة من القاط تزن 1200 كيلوغرام والتي كان المراد إدخالها إلى العاصمة جبوتي وحسب الإجراءات المعمولة بها تم النقل هذه الكمية وإتلافها بحضور رئيس مفرزة الجمارك في إقليم علي الصبيح السيد محمد مومن حسن وننتقل إلى الخبر الدولي حيث تعهد كل من رئيس الوزراء البريطاني والمفوضية الأوروبية بموجب تواصل إلى اتفاق الأحد واتخاذ قرار حازم وفيما يتعلق بالمفاوضات بعد بريكسيت من جانب آخر بدأت رئيسة المفوضية الأوروبية غير متفائلة فيما يتعلق بشروط الاتفاق التجاري للمرحلة ما بعد بريكسيت وقالت أن موقف بريكسيل ولندن لا تزال متباعدة جدا وأن الزعيمان قد أجري خلال مأدوبة عشاء في بريكسيل مناقشة صريحة وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة واسعة جدا بين لندن وبركسيل وقد اتفق على أن المناقشات يجب أن تستمر في الأيام المقبلة من جانب آخر حدرت مفوضية الأوروبية الأربعاء من أن موقف بريكسيل ولندن لا تزال متباعدة جدا فيما يتعلق بشروط الاتفاق التجاري للمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هنا ونصل إلى ختام النشر نترككم في رعاية الله وأطيب المنا ترجمة نانسي قنقر